ممكن يتقال بالنسبة لصلاح محسن تحديدا ان احنا عندنا مشكلتين في نادي الاهلي مشكلة الاولى عقم التهديف وعدم استغلال الفرص ده رقم واحد رقم اتنين وده الاهم ان الموسم ده نادي الاهلي فقير جدا 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 في صناعة الفرص وبالتالي مفيش اصلا فرص بتوصل لصلاح محسن علشان يترجمها الاهدي لا يعني ممكن نقول الكلام ده يعني خارج الساكشوية الاهلي مثلا اخر ست موطشات كان فيه شبكة سوفا سكر الاحصائيات عاملة احصائية عن الاهلي عام بيع بيع ملكام محاولة على المرمى الاهلي في اخر ست موطشات عامل مية ومحاولة على المرمى محاولة هجومية سجل تسعة اهداف بس فيه محاولات بس ترجمة المحاولات الاهداف هي دي السلبية الكبيرة اللي بتاعي بعاني منها الاهلي الاهلي سجلت حوالي تسعة وشرين تزديدة تسجل منها تسعة عدف تسعة وشرين ما بين القيم والعرضة تسجل منها تسعة عدف الازمة النهلي بيصنع فرص بس ما بيسجلش فسلبية انه محدش ان الصلاح محسن او مودست فكوضع ما بين المقارنة بلا الاهلي انه هو بيحط تحيل ده على عكس كل يعني اقوال الفقراء والحكم اللي بيقوله ان الاهلي صناعة الاهلي لفرص الموسم ده فقيرة جدا يعني يصنع فرص بس ما بيترجمهاش لاهداف فعشان كان كانت بينا السلبي ان الاهلي مبسجلش أهلي تسجل عمل مية واحد محاولة ده احصيات عالمية أهلي عمل مية واحد محاولة على المرمى في ست مطشات سجل من تسعة ده بس فنسبة لو عملت نسبة وتناسبة ده 9% من المحاولات العملاء بس سجلت الاهداف 9% بس سجلت الاهداف وده طبعا رقم مخيف جدا انا بضيع كتير بصنع فرص بس بضيع بصنع بعمل محاولات على المرمى بس بضيع كتير حوالي 101 محاولة على المرمى الأهل سجلت ساعة ده في 101 محاولة منهم حاولة حوالي 8 و 9 من 10 في المية 8 و 7 من 10 في المية من التمانية وتسعة عشرة في المية من هذه المحاولات أي يعني صلاح محسن كان شارك في أدية منهم أصلا لنسبة الشارك في أدية منهم دي وصلاح محسن سجل هدف وحسن لو هنتكلم تحليل بقى أرقام فتعلي لي أتكلمك أرقام فكرة صلاح محسن استباعات صلاح محسن ودخول مودست مكانه يا فكرة لإعطاء فرصة لمودست بعد اللغة وبعد البروباجندة اللي أخذها وبعد المستوى اللي ظهر به فلازم ياخد فرصة على أساس أن الراجل لو ما كمل على نفس السياق يبقى طبيعي في يناير مش هيتم التجديد لوعاده سنة بايدا تجديد في يناير أفكر طبعا كلها رأيز مهاجم ويكلموا مع أحمد وفا ويكلموا مع أحمد مهاجم في ودشر من ضمن الناس المحلين الموجودين على رادار الأهلي برضو شافه ومش بشكل رسمي